وينضم إلينا مباشرة من بغداد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس سيد مصعب أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم يعني ماذا يعني أن الوزارة ستستمر في مشروع الاستثمار كيف تضعنا والمشاهدين في صورة الخطوات اللاحقة نعم أكيد وزارة الكهرباء تسعى جاهدة من أجل تقديم خدمة متكاملة أو تكاد تكون مرضية إلى المواطنين الوزارة من خلال مشروع استثمار قطاع توزيع الطاقة الكهربائية هدفها هو متابعة عملية البيع وإنهاء الضائعات التي بلغت ما يقارب 50% من كميات الإنتاج هذه الضائعات تجسد بتجاوزات المواطنين على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وتبادل التغذية بين المناطق والتجاوزات على المقاييس وعدم تزيد إجور استهلاك الطاقة الكهربائية الديون المتراكمة بدمة المواطنين وعدد من دوائر الدولة جاوزت المليارين و700 مليون دولار الوزارة من خلال مسعاها نحو قطاع الاستثمار بتوزيع الطاقة الكهربائية أيضا هدفها إلى حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية الوزارة حققت قصص نجاح في العديد من المناطق في العاصمة بغداد كان هناك ترشيد الاستهلاك الطاقة الكهربائية وأيضا كان هناك تزديد كامل لإجور الاستهلاك بالإضافة إلى أنه كان هناك بالمقابل تجهيز لمدة 24 ساعة حاليا تقريبا جميع مناطق العاصمة بغداد أحيلت ومعظم المحافظات تم إحالة مناطقها إلى شركات استثمارية تعمل بمعية وزارة الكهرباء وبإشرافها وأيضا التعرفة التي نقوم باحتسابها حاليا هي تعرفة ذات التعرفة التي تعمل بها وزارة الكهرباء وهذه التعرفة مدعومة ويصل نسبة الدعم إلى أكثر من 94% يعني الكلواط على الساعة الذي يكلف الوزارة 100 دينار ويحسب إلى المواطنين بعشرة دنانير للألف الأولى والخمسمية الثانية بعشرين دينار والخمسمية الثالثة بأربعين دينار والألف اللي هي بين الألفين وثلاثة ألاف وحدة للكلواط طيب أستاذ مصعب يعني لو أردنا تحويل ما تتفضل به من معلومات إلى أرقام يعني البيت الذي فيه جهازي تبريد وثلاجة وجهاز تجميد كم يدفع شهريا برأيك طبعا هذا المبلغ لا يتجاوز حتى 60 ألف دينار يعني من 50 إلى 60 ألف دينار لماذا رفض مجلس محافظة ديقار عملية الاستثمار قال إنها غير شفافة يعني ممكن أن تثير عمليات فساد وما إلى ذلك بالعكس هناك عملية متابعة يعني حاليا هناك ضائعات كثيرة خاصة في المحافظات الجنوبية يعني الضائعات والتجاوزات على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية يعني في البصرة الضائعات وصلت إلى 78% من كمية الإنتاج أو من كمية الطاقة الممنوحة إلى المحافظة أيضا في محافظة الناصرية الضائعات بلغت بحدود 80% من كمية الطاقة الممنوحة إلى المحافظة هناك ضبابية في المعلومات علما بأنه الوزارة تتواصل مع جميع الحكومات المحلية أي مجالس المحافظات من خلال المعلومات التي تنقلها إلىها من خلال اللقاءات من خلال الندوات التعريفية الوزارة وأبواب مديرياتها مفتوحة أمام الجميع للطلاع على جميع هذه الأمور وأيضا هناك تواصل كبير تتفاجئ الوزارة بهكذا تصريحات علما بأنه هناك محافظات كان دعمها لهذا التوجه كبير يعني السادة المحافظين السادة رؤساء وأعظم جالس المحافظات كان تقبلهم كبير لهذا التوجه وهو توجه حكومي ويدعم اقتصاد البلد نعم إذا من بغدادة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكرباء مصعب المدرس شكرا جزيلا لك